السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباب الكرام في الماضي كنت أقدم اجتهاد الخاص كبقية أهل العلم لأتبت أن حديث الصوف الصحيح إنما هو لأهل المغرب الأقصى وكان آخرون من المشارق وأهل الشام هم بدورهم يشاهدون ليقولوا إن حديث الصوف هو لأهل الشام وكان هناك فارق كبير بين الاجتهادين والكفة كانت راجحة بقوة على أن حديث الصوف إنما يخص أهل المغرب أو المغرب الأقصى أو شمال إفريقيا للإعتبارات التالية الراوي في الحديث كان يعرف جيدا أهل الشام فلماذا يكلف نفسه بوصف الرجال بأنه من أهل المغرب أهل الشام لا يلبسون الصوف لا في الصيف أو غير الصيف حديث الصوف تزامن مع غزوة تبوك التي كانت في عز الصيف وكانت على تخوم الشام حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين السعدون لمواجهة الرومان التي كانت تحتل الشام وحينما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأهل المغرب تغزون جزيرة العرب قلنا الغزو يكون من الخارج إلى الداخل ويستحيل أن يكون جيش المهدي في الجزيرة العربية إذن المغرب الأقصى زمان موقع التبوك كانت مستقلة عن الرومان التي كانت تحتل بما يسمى الآن الجزائر وتونس وليبيا ومصر والشام أمر آخر حدود الإمبراطورية الرومانية يؤكد على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا كان يعرف المغرب الأقصى وإلا كيف كيف يخرج الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم للقاء الرومان وهو أصلا لا يعرف حدود هذه الإمبراطورية الكبيرة نعم كل أدلة تقول أن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا معه يعرفون أين يوجد المغرب الأقصى ويعرفون حدود الإمبراطورية الرومانية وهناك معطيات أخرى لا مجال لذكرها تثبت أن القول الصائب هو أن حديث الصوف الصحيح هو لأهل المغرب الأقصى هذا الكلام قلناه مرارا وتكرارا لكن في هذا الدرس سأقدم الحجة القاطعة من حديث صحيح يثبت أن الشام لا علاقة لهم بحديث الصوف لا من قريب ولا من بعيد تقديم هذا الحديث ليس اجتهادا لأنه لا اجتهاد مع ورود نص قطع واحتفظت بهذا الدليل إلى هذا اليوم هناك أدلة أخرى قاطعها سأذكرها إن شاء الله تعالى في مناسبات قادمة لأنه من عادتي لا أرمي جميع أوراق مرة واحدة نعم حينما نقدم دليل من القرآن الكريم مثلا أو دليل من السنة النبوية أو دليل من حليد صحيح فهذا لا نعتبر اجتهادا لأنه لا اجتهاد مع ورود نص قطعي قلت يا حبابي كرام لأنه لا اجتهاد مع ورود نص قطعي إنها الضرب القاضية إنها الضرب القاضية وهناك ضربات أخرى في دروس قادمة أتحفظ عليها حتى يأتي وقتها إن شاء الله تعالى حتى يأتي الوقت المناسب أقول وبالله السعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي أحبابي كرام أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال والصحة والعافية أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة ونسأل تعالى أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر العائنين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين ونسأله تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى قولوا اللهم آمين اليوم تسعاء فبراير ألفين أربع وعشرين وما سأقدمه اليوم لم يسبقني فيه أحد في شرح وتحليل حديث الصوف الذي تركه الشراح لغرابته اليوم القول الفصل ونقرأ هذا الحديث يبنى حوالا إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك الملاحظ في هذا الحديث أحبابي كرام أنه حديث صحيح بلا خلاف السؤال المطروح ما المقصود بالأرض المقدسة الأرض المقدسة كذلك بلا خلاف المقصود منها أرض الشام فلسطين بما فيها كذلك أرض سيناء فهذه أراضي مقدسة بلا خلاف ولا اجتهاد ولا غير ذلك الأرض المقدسة قلنا هي أرض الشام قلنا هي أرض فلسطين قلنا هي سيناء يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة سبحان الله الذين يفهمون اللغة العربية الذين يفهمون اللغة العربية أو حتى الذين لا يفهمون اللغة العربية كيف يقول هذا الحديث الصحيح إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة وهم يقولون حديث الصوف الصحيح الشهير هو لأهل الشام إذا رأيت الخلافة قد نزلت قد نزلت الأرض سبحان الله الخلافة ستدخل أصلا إلى الشام لتنزل بالأرض المقدسة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة أو هم يقولون سبحان الله الخلافة لن تكون في الشام لن تكون في الأرض المقدسة لن تبدأ في الأرض المقدسة وإنما ستدخل إليها وهذا هو معنى إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة أحبابي كرام ورد أو ورد في فضل الشام عشرين حديث صحيح تقريبا لكن لم أقف عند حديث واحد يوحي بأن أهل الغرب أو المغرب هم أهل الشام وإنما الأمر لا يعد كونه الشهاد من قبل العلماء لا أقل ولا أكثر لذلك أحببت قراءة هذا الحديث الصحيح الذي يثبت أن المهدي ليس من الشام وأن الخلافة لن تبدأ من الشام وهذا الحديث الصحيح لا يختلف فيه اثنان يبنى حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة إذا نزل فيكم عيسى بن مريم يعني ينزل من السماء إلى الأرض إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة بمعنى أن الخلافة ستأتي من مكان بعيد لتنزل بأرض الشام إذا نزلت الطائرة إذا نزل الحجيج إذا نزل الركب سبحان الله هل نفهمكم اللغة العربية فسبحان الله يعني الأمور واضحة وضحة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فهذا دليل على أن المهدي ليس من الشام فهذا دليل على أن الخلافة ستأتي من مكان بعيد فهذا دليل على أن حديث الصوف الصحيح الشهير ليس لأهل الشام وهذه هي الضربة القاضية أحباب كرا نقرأ الآن حديث الصوف يقول الراوي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم تياب الصوف فوافقوه عند أكما فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد قال فقالت لنفسئتهم فقم بينهم وبينه لا يقتالونه قال ثم قلت لعله نجي معهم فأتيتهم فقمت بينهم وبينه قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارسة فيفتحها الله ثم تغزون الرومة فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحها الله قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتحها الروم الحديث هذا صحيح كما قلنا رواه الإمام مسلم ومعلوم أن المهدي هو من سيحارب الدجال معلوم أن المهدي هو من سيوحد جزيرة العرب ومن سيدخل إلى فارس وهو من سيدخل إلى بلاد الروم هذا الأمر قطعي لا اجتهاد فيه ولا خلاف فيه وهذا الحديث سبحان الله يتكلم عن خليفة الله المهدي وأريد فقط أن أركز على جزئية مهمة تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله قلنا الغزو يكون خارجه يعني من الخارج إلى الداخل ويستحيل أن يكون المهدي داخل جزيرة العرب يعني لا بد أن يكون خارج جزيرة العرب فيدخلها وهذا هو معنى الغزو تغزون جزيرة العرب فيفتحه الله سؤال المطروع ما المقصود بجزيرة العرب ما المقصود بجزيرة العرب فجزيرة العرب أو حدود جزيرة العرب بحسب رأي عبدالله بن عباس رضي الله عنه وبحسب الأئمة وبحسب سبحان الله الصحابة وغير ذلك حدود جزيرة العرب تصل حتى حدود تركيا وتشمل جميع بلدان الشام وسوريا وفلسطين ولبنان وبادية العراق وأجزاء من بلاد مصر فهذه هي جزيرة العرب وحتى الجغرافيا تقول هذا أيضا أعيد حدود جزيرة العرب بحسب رأي عبدالله بن عباس رضي الله عنه تصل حتى حدود تركيا وتشمل جميع بلدان الشام وسوريا وفلسطين ولبنان وبادية العراق وأجزاء من بلاد مصر فهذه هي جزيرة العرب وليس المقصود بها فقط السعودية واليمن وبلدان أخرى لا لا أحبابك فجزيرة العرب عند الصحابة وعند الأئمة وعند الفقهاء تشمل كل بلدان الشام وسوريا وفلسطين وحتى إلى حدود تركيا وكذلك بادية العراق وأجزاء من بلاد مصر هذه هي جزيرة العرب إذن من أخرج الشام عن جزيرة العرب إنه التقسيم الاستشراقي التقسيم الاستشراقي والاستعماري للمنطقة العربية هم من أخرج الشام عن جزيرة العرب وأقول لهؤلاء ادرسوا تاريخكم جيدا نعود إلى الحديث الآخر يبنى حوالا إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة هنا الغزو الخارجي الذي أتكلم عليه نزلت الأرض المقدسة بمعنى أن الخلافة لن تبدأ في أرض الشام والمقصود بهذه الخلافة هي خلافة المهدي قطعا بحيث ليست هناك خلافة قبل خلافة المهدي هناك خلافة واحدة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة بمعنى أن خلافة المهدي هي التي ستدخل إلى الشام وإن كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على أن حديث الصوف سبحان الله ليس لأهل الشام قطعا هذا كلام واحد ووضعنا هذا الدليل القطعي هذا الدليل أو هذا الحديث الصحيح الذي لا يختلف فيه اثنان إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة بمعنى هذه الخلافة التي ستنزل الأرض المقدسة التي ستدخل إلى الأرض المقدسة إنما هي الخلافة الموجودة في حديث الصوف نعم حباب الكرام هذه الضربة القاضية وليس هناك كلام فوق هذا الكلام وقبل أن أختم هذه الحلقة أحب أن أقول هناك جند باليمن جند بالعراق وجند بالشام وهناك جند آخر وهو جند بلاد المغرب العربي الذي سيكون مع المهدي وهذا الجند هو الذي سيدخل إلى جزيرة العرب بقي إشكال آخر قبل أن أختم هذه الحلقة لماذا نرى حديث واحد كان صحيحا أو ضعيفا نرى فيه غزو لشمال إفريقيا مدام أنهم يقولون أن حديث الصوف هو للشام أو الجزيرة العرب مدام هناك غزو لجزيرة العرب هناك غزو لفارس وهناك غزو للروم هناك غزو للدجال لماذا بالله عليكم وهذا سؤال مطروح لماذا لا نرى حديثا صحيحا لا نرى حديثا صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو حتى موضوع نرى فيه أن هناك جيش سيتجه إلى شمال إفريقيا سيتجه إلى المغرب الحالي ليوحد صفوف المسلمين ويعني في إطار دولة المهدي الكبرى لماذا لا نرى هذا الأمر نعم مرة أخرى أقول إن كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على أن حديث الصوف هو لأهل المغرب الأقصى يعني كل الأدلة القطعية وهناك أدلة أخرى يعني من خلال قرأتنا لأحديث صحيحا نتحفظ عليها إن شاء الله تعالى إلى وقت مناسب لنرمي جميع الأوراق أحبابي كرام إلى هنا أنهي هذه الحلقة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته